اشتركوا في القناة المستشري في جميع مفاصل الدولة اللجنة المالية البرلمانية حذرت من انهيار الوضع المالي للبلاد حيث ان استمرار انهيار اسعار النفط ينذر بكارثة تلقي بظلالها على الموازنة المالية العامة التي تعتمد بالدرجة الاساس على واردات تصدير النفط وكالة فرانس بريس قالت ان العراق بات على حافة كارثة وشيكة فهو يراوح ما بين انخفاض اسعار النفط والازمة السياسية المستمرة في البلاد فضلا عن تفشي وباء كورونا الوكالة الفرنسية اوضحت ان الانهيار المتوقع لاسعار النفط سيكلف العراق ثلثي دخله الصافي لهذا العام وسيتسبب بعدز مالي شهري يصل الى 4 مليارات دولار مخصصة فقط لدفع الرواتب والحفاظ على استمرارية عمل الحكومة فيما اكدت ان وزارتي المالية والنفط والبنك المركزي العراقي والمصارف المملوكة للدولة تبحث سبل خفض التكاليف والعثور على تمويل خارجي من صندوق النقد الدولي الا ان ذلك حتى مع كثرة مساوئه على المدى البعيد لن ينجح في ظل عدم اقرار الموازنة المالية واستمرار الصراع السياسي وعدم تشكيل حكومة خبراء الاقتصاد اكدوا ان هبوط اسعار النفط سيؤدي الى بلوغ عجز الموازنة نحو 35 مليار دولار وستكون الدولة عاجزة حتى عن تأمين رواتب الموظفين ازمات سياسية واجتماعية واخرى اقتصادية مختلفة في سياقاتها الا ان المتسبب فيها واحد هي عملية سياسية اعترف القائمون عليها انفسهم بفشلها بعد ان اهدرت الكتل السياسية مقدرات البلاد منذ تسنمها السلطة عام 2003 وحتى اليوم لحساباتها الخاصة واجنداتها الخارجية اشتركوا في القناة